بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد كيف يسرق الشيطان صلاتك؟ لا تجعل الشيطان يسرق صلاتك الصلاة عمود الدين من أقامها أقام الدين الصلاة أول ما تسل عنها يوم القيامة لذلك الإمام عليه السلام يحذرنا جميعا من أن نجعل الشيطان يسرق صلاتنا والصلاة هي سبب كل خير وبداية كل خير وطريق لكل خير لبقية الفرائض والعبادات إلى غير ذلك قال الإمام عليه السلام الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان هكذا يسرق الشيطان صلاتك يجعلك تلتفت في الصلاة كثير من الناس نراهم في الصلاة يلتفت بعينيه أي أنه يعرف بأنه لا يجوز شرعا أن يدير جسمه وأن يلفت يعني جسمه أو أن يلتفت بجسمه كاملا من ناحية القبلة ولكن بماذا يدير يلتفت بعينيه بعينيه ينظر يمينا وشمالا ينظر إلى أولاده ينظر إلى شيء أمامه ينظر إلى الزوار ينظر إلى يعني شيء في بيته إلى غير ذلك يلتفت يلتفت ويتقلب بعينه من مكان لآخر وهناك من العلماء من قال يلتفت بقلبه لا يحاول أبدا أن يتوجه للصلاة قلبه ملتفت لغير الله في مشكلة في أمر معين في تجارة في عمل في ذكر أولاده رأى شخصا في الطريق ولا يحاول أبدا أن يجاهد نفسه لإرجاع نفسه الذي يجاهد لا كلام معه هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أو سبلنا عفوا أي بمعنى الذي يجاهد نفسه أثناء الصلاة يحاول أن لا يلتفت هذا صلاة مقبولة بعض الناس ما يهتم أطلاقا لا يهتم أبدا يصل الصلاة كيفما كانت وتنتهي الصلاة وهو لا يتذكر شيء من الصلاة ماذا قرأ كيف ركع كيف سجد لا يذكر تماما هكذا الشيطان يسرق صلاتك النتيجة ما هي رجاء نستمع فقال الإمام عليه عليه السلام الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان فإياكم والالتفات في الصلاة فإن الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم عمن تلتفت ثلاث مرات عن من تلتفت هل هناك ما هو أكبر مني لتلتفت إلي لماذا تجعلني أصغر الناظرين إليك لماذا تفكر بغيري ما هو الأمر الذي يشغلك عني هل هذا الأمر كبير وأكبر مني ألم تقل أنت في بداية صلاتك الله أكبر أي بمعنى أكبر من كل شيء أكبر من كل ما أفكر أكبر من أي شيء يجعلني ألتفت عن غيره فيقول الإمام عليه عليه السلام فإن الله تبارك وتعالى يقول يا ابن آدم عمن تلتفت عني وأنا الله جبار السماوات والأرض فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه وهنا يعني المشكلة الكبيرة إذا أعرض الله عنك أعرض عنك أي بمعنى الله يعرض برحمته عنك يعرض بعونه عنك يعرض بتوفيقه لك أي أن كل خير ينزله الله سبحانه وتعالى يتجنبك كل الخير النازل من السماء يتجنبك عرفنا الآن خطورة الأمر قدر الإمكان حاول ألا تلتفت بعينيك في الصلاة ألا تلعب بيديك بأصابعك بثوبك أن تنظر يمينا وشمالا أبدا وأن لا قدر الإمكان أن كلما أراد الشيطان أن يلفت انتباهك وفكرك لأمر معين يشغلك بأمر معين حاول أن ترجع للصلاة فورا شيئا فشيئا شيئا فشيئا تكون لديك ملكة لا تلتفت بالصلاة بعينيك ولا يلتفت قلبك لغير الله عز وجل فإذا فعلت ذلك فيقبل الله سبحانه وتعالى عليك برحمته بعينه عز وجل فكل خير النازل من السماء ينزل في بيتك وعليك فورا لذلك الصلاة بهذه الأهمية لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول أيضا من ضمن لي الصلاة في وقتها ضمنت له انقطاع الهموم والأحزان وعلى قدري ما نهتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر قبلت الصلاة ولا تقبل الصلاة إلا على قدري ما نهتك عن الفحشاء والمنكر ولا تستطيع أن تنتهي عن الفحشاء والمنكر إلا بالالتفات بالصلاة الالتفات بالصلاة إلى الله عز وجل ليس لغيره يعني الانتباه بالصلاة قبول الصلاة إذا قبلت الصلاة فسوف تعرف جيدا بأن كل ما نهاك الله عنه وأمرك به سوف تفعله لا محاله الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة عمود الدين إذا أردت أن تترك شيئا محرما عليك بأن تؤدي الصلاة بشكل صحيح تريد أن تستمر على عمل خير على عبادة معينة على ذكر معين أقم الصلاة بشكل صحيح هي تقوم حياتك وترتب حياتك وترتب دينك وتعطيك العون لأن الله بعد لن يعرض عنك لن يعرض عنك بل دائما ينظر إليك ويستجيب لما أردت هكذا الشيطان يحاول أن يسرق صلاتك لأنه يعرف قيمة الصلاة إذا قبلت عند الله سبحانه وتعالى كيف تصنع المعجزات وكيف تجعل الكرامات لصاحبها برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام هذه الرواية رويت في كتاب قرب الإسناد صفحة 150